اشتركوا في القناة هاشرح لكم في كل فيديو وحدة كاملة وحل عليها كل التدريبات الخاصة بها طبعا الوحدة بتكون مكونة من ايه؟ الوحدة بتكون مكونة من حوالي خمس دروس اول تلت دروس بيكونوا منفصلين كل درس الوحدة والدرس الرابع والخامس بيكونوا مع بعض طبعا احنا عندنا في الترم ده حوالي كم وحدة؟ حوالي ست وحدات زي الترم الاول بالزبط وحدة 7 و8 و9 وعندي هنا التن وطبعا زي ما انتوا شايفين هنبدأ ايه النهاردة؟ هنبدأ النهاردة بيونت 7 يعني ايه يونت 7؟ يعني الوحدة السبعة ودي اعتبر اول وحدة في الترم التاني جاي بعنوان ايه؟ جاي بعنوان where are you from؟ where are you from؟ يا حلوين يعني من اين انت؟ where are you from؟ وده طبعا ايه؟ وده طبعا سؤال تعالي بقى نشوف listen one بيتكلم عن ايه؟ listen one عندي جابي الكي فوكاب بتاعتي او المفردات الرئيسية بتاعتي بتتقاجب على السؤال بتاع where are you from؟ where are you from؟ قولنا يعني من اين انت؟ اول كلمة معايا كلمة دولة الصين دولة الصين يعني ايه؟ يعني China حاول بقى تركز في النطق China 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 مصر يعني Egypt 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 مرحبا يعني welcome 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 صديق يعني friend 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 منزل يعني house 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 سعيد يعني happy 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 الاكسترا فوكاب بتاعتي او المفردات الاضافية كلمة اسمي يعني name 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 ودي كلمات احنا اخذناها قبل كده اهلا يعني hello 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 هنا يعني hear 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 اطفال يعني children 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 حاول تسمع الكلمات اكتر من مرة عشان النطق يثبت معاك او البوبكوز معايا تعالى نحله مع بع جايبي زي ما انتم شايفين صور وبناء عليها بحل الكلمات اول صورة معايا طبعا صديق يعني friend تاني حاجة دولة الصين China وطبعا هنا welcome يعني مرحبا ومنزل يعني هاوس تعالى نحله زي ما انتم شايفين الحل اللي ظهر قدامنا تعالى نكمل بعد كده بيقول لي look say and identify انظر قل وتعرف جايب لي عالم لكل بلد عالم يعني flag country اللي يدى البلد ونشناليتي اللي هي الجنسية طبعا اول عالم معانا عالم دولة مصر مصر يعني ايه مصر يعني ايجبت طيب مصري يعني جنسية المصري اللي عيشه مصر ده جنسيته ايه جنسيته مصري مصري يعني Egyptian 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 تاني عالم معايا عالم الصين الصين يعني ايه يعني China طب اللي عيش في الصين الجنسية بتاعته ايه Chinese Chinese تاني عالم معايا عالم فرنسا فرنسi يعني فرنسا تب اللي عايش في فرنسا جنسيته فرنسي فرانش تالت عالم أو رابع عالم معايا عالم أمريكا تب اللي عايش في أمريكا الجنسية بتاعته أمريكان أمريكان يبقى أنا نطقت إيجبت مصر جنسيته إيجبشن صين تشينا جنسيته تشينيز فرانسا فرانس جنسيته فرانش امريكا امريكا جنسيته امريكان امريكان تعال نشوف هنقرأ مع بعض اول حاجة الولد ده بيقول انا من مصر فبالتالي جنسيته ايه انا ايجيبشن تاني واحد انا من فرانس انا من فرانسا انا فرانش انا فرانسي هنا ايه امريكا انا من امريكا I am American أنا أمريكي I am from China أنا من الصين I am Chinese أنا صيني طب بالتالي إحنا يا أولاد بما أننا عايشين في مصر هنختار أنهي جملة في دول هنختار الجملة دي ونقوم قيلين I am from Egypt أنا من مصر I am Egyptian أنا مصري ده طبعا الدولة بتاعتنا تعالوا نكمل زي ما نشايفين وصلنا للليسنينج listen and read يعني استمع وإيه؟ استمع وإقرأ تعالوا نقرأ مع بعض هاني، هانا، أميرة، يوسف are at هاني وهانا وأميرة ويوسف موجودين فين يا أولاد؟ موجودين في بيت Mr. One's house في بيت أو في منزل السيد One is Mr. One from Egypt هل Mr. One ده يا أولاد من مصر؟ تعالوا نشوف هنقرأ مع بعض كده ونشوف هو من مصر ولا منين تعالوا نقرأ this is the house of my father's friend Mr. One هزا منزل صديق والدي السيد One here are his children هاهم أطفاله their names هزا وأسماءهم are ليو اسمه أول واحد فيهم ليوي والتاني ها تشانغ من طبعا بما أنكم كده سمعتوا الأسماء دي أكيد توقعته هو منين؟ فهينا بدأت تقوله إيه؟ البنوتة دي بدأت تولها هلو لايوي and from Egypt احنا من مصر we are Egyptian احنا إيه؟ مصريين الجنسية أما يقول له welcome to Egypt مرحبا بك في مصر لا محد بيجي من برا ويجي عندنا مصر بنقول له welcome to Egypt يعني مرحبا بك في مصر أما يقول له thank you شكرا I am happy to be here أنا سعيد لوجودي هنا هنا ده كان النص بتاع الاستماع والقراءة تعالوا نكمل وصلنا للsing الأغنية أنا عايزك كده وإنت في البيت تبدأ تغني الأغنية دي وتقول where are you from 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 I am from China I am Chinese where are you from tell me believe طبعا دي أغنية جميلة جدا بتعلمك إنت هتقول أنا منين؟ وجنسيتك إيه؟ عمل واحدة على Chinese واحدة على American واحدة على French اللي هو الفرنسي وإيجيبشن اللي هو المصري حاول تغني الأغنية دي في البيت كده وتتسلب فيها تعالوا نكمل وصلنا للlanguage أول حاجة to ask about the country للسؤال عن الدولة where someone lives اللي حيث بيعيش فيها شخص ما إزاي بتسأل عن حد؟ بتقول له انت منين؟ وإزاي هيرد عليك؟ أول حاجة بتسأل حد انت تقول له انت منين؟ أو من أين أنت؟ هتقول له where are you from يعني من أين أنت؟ هيود عليك I am from زائد اسم البلد اللي هو عايش فيها زائد اسم يعني مثلا لو أنا من مصر هقول I am from إيه؟ I am from إيجيبت لو أنا من الصين I am from China تعالي أدي أول مثال أول مثال عندي where are you from؟ من أين أنت؟ أمقيل له I am from China أنا من الصين لو تلاحظوا أن كلمة I am اختصار لإيه يا أولاد؟ اختصار لي I am والاتنين بيساووا بعض الاتنين زي بعض بالظبط طيب talking about nationality عشان تتحدث عن الجنسية أو تسأل حد عن جنسيته هنا هو قال I am from France أنا من فرنسا I am French أنا فرنسي هنا أمقيل they are from America إنهم من أمريكا they are American إنهم أمريكيون ده بالنسبة للتحدث عن أن تسأل حد تمنين أو تقول جنسيتك إزاي طيب تعال نشوف طبعا البيبكوز ده معانا ببيبكوز سهل وبسيط تعالوا مع بعض هنا هتبقى where are from أنا عايزك إنت في البيبكوز ما ترقمش تكتب الجمل دي بخط جميل I am ده طبعا جمل ترتيب from لو أنت زاكرتك إزاي تقدر تحل بهم أنت هتسأل I am from America she is France هي فرنسية he is from China China هو منين من الصين تعال نكمل ألمك الجميل وابدأ أكتب الكلمات دي بخطة حلو هتساعدك إن خطك يتحزن وكمان تحفظ الكلمات بمنتهى السهولة لو أنت لسة مشتركتش في القناة وفعلت زر الجرز يريد تشترك حالا وتفعل زر الجرز عشان يوصل لك كل جديد وتدعمنا كمان وصلنا للأكتيفتز اللي موجودة على listen one أو على الدرس الأولاني تعالي كده نشوفها مع بعض ونحلها بس سابني بنحل التدريبات دي إحنا فيه ثمرين نسيناه هنرجع نحله ثاني موجود فين؟ موجود في صفحة 15 تعالي نحله كده سريعا مع بعض ونرجع نحل التدريبات he is هو من إيجبت من مصر ولا أمريكان هو أمريكي ولا من الصين أكيد he is American هو إيه؟ أمريكي welcome to Egypt حرف الجر 2 يعني مرحبا بك في مصر I am from ايه أنا Chinese أنا صيني الجنسي يبقى I am from China I am from Egypt يبقى أنا I am Egyptian لما جاء سأل حد من أين أنت أقوله where are you from طب we نقط from China طالما we يبقى ناخد جامع يبقى we are I am from ايه أنا أمريكا أنا أمريكي الجنسي يبقى I am from America ده التدريب اللي نحن نسيناه ورجعنا حلنا دلوقت تعالى بقى نحل التمرينات اللي جاية على lesson 1 كاملة نحلها مع بعض كعالى يلا نبدأ بأول تمريم فيهم بيقول لك read ويملي اقرأ ويملى الفغرغاط وبختار طبعا من البوكس اللي قدامي دي بقى أو السندو اللي قدامي أماني لما بجاء سأل حد أقوله من أين أنت هقوله where are you from هتقول I am from أنا من من إيجيبت من مصد نكتب زي ما نشوفين الحل زار قدامنا ملاحظة خفيفة كده في بداية الجملة لازم أبدأ بحرف كابتل ودي حاجة ما تنساهاش أبدا أسماء البلاد بتبدأ بحرف كابتل برضو ودي حاجة ما تنساهاش دي ملاحظة خفيفة على كده بقى نوصل من العمود A ل B أول حاجة welcome to welcome to Egypt ودي number one she is from France هي منين يا أولاد هي من فرانس يبقى هي إيه فرنسية الجنسية she is French they are from China هم من الصين يبقى they are Chinese يبقى هم صينيون الجنسية I am happy to be here أنا سعيد لوجود إيه هنا number four برضا نختار من السندوق اللي قدامنا this is my هزا إيه يا أولاد my house منزلي he is from طبعا لبس إيه لبس عالم أمريكا يبقى هو أمريكا he is from أمريكا هو من أمريكا الحل ظهر قدامنا نختار ما بين الأقواس he هيبقى he is Chinese هو صيني جنسية I am from France يبقى أنا إيه أنا من فرنسا يبقى أنا فرنسية جنسية French she is هنقول she is إيه Chinese هنا هنقول إيه يا أولاد هنا هنقول you لأن معا وراها are I am from هتبقى إيجيبت أنا من مصر where are you from يعني من أين أنت تعالوا نكمل هنا طبعا ده سؤال الترتيب أنت في البيت هتكتب الجملة كاملة لكن هتكتب معك واحد اثنين ثلاثة are where are are you from أنت طبعا تكتب الجملة بخط جميل I am from إيجيبت في طبعا بتقولي يا ميس السؤال ده صعب ومش بحرف أحله أنت بتحله بناء على منذكرتك كويس جدا جدا للدرس وأنك تقرأ الكراءة والنصوص كويس تقدر تحل بسهولة لو أنت ذكرت أي كلام مش هتعرف تحله لأنه سؤال سهل جدا فرنسي هو فرنسي الجنسية we are Chinese تعالوا نكمل بنكمل طبعا من الكلمات الموجودة في المربع يوسف and تشينجمين هما أصدقاء يوسف is is from هو من إيجيبت من مصر طيب هو إيجيبت مصر الجنسية تشينجمين is from China هو إيه صين الجنسية تعالوا نكتبهم زي ما انتوا شايفين الحل قدامنا بعد كده هبيقول لي بص كده على الصورة دي وابتأكتب تحت كل صورة جملة نكتب جملة هنا ونكتب جملة تعالوا نكتبها وبعدين نكراه الجملة التي ظهرت قدامنا تشينجمين طبعا هو أنا سعيد وأنا هنا من الصين دي طبعا صورة إيجيبت هنأرتبها تشينجمين وطبعا إيه يا أولاد آخر حاجة معايا هتبقى طبعا فرانس تعالوا نكتبهم زي ما شايفين الحل ظهر قدامنا تعالوا نكمل بعد كده علامات التركيين طبعا بنبدأ بحرف يبقى حرف و هنا يبقى هيبقى وفي الآخر علامة استفهام لأن ده إيه يا أولاد لأن ده سؤال تعالوا نكمل وصلنا للسن 2 البارت 1 الدرس الثاني الجزء الأول منه يبقى الدرس الثاني عندي عبارة عن جزئين تعالوا كده نشوفوا الجزئين بيتكلموا عن إيه زي ما قلتلكم في الفيديو بنشرح الواحدة كاملة وبنحل كل التدريبات اللي عليها حاول أنت تجزق تسمع اللي أنت عايز تسمعه في الفيديو وأنا تحت هرتب لك كده إن الدرس الأول من دقيقة كذا للدقيقة كذا الدرس الثاني من دقيقة كذا للدقيقة كذا هيبقى موجود تحت في الوصف الدرس الثاني الجزء الأول منه What do you have for breakfast ماذا تتناول لوجبة الإفطار What do you have for breakfast طيب تعالوا كده نشوف بقى الكلمات بتقول إيه كلمة فول اسمها فل 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 شاي يعني تي 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 خبز يعني بريد 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 ده كله قدر أكله في وجبة الإفطار لبن ميلك 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 كعكة اسفنجية اسمها موفن 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 فلافل يعني فلافل اللي هي طعمية في بعض في بلاد بتقول فلافل في بلاد بتقول طعمية مشروب شوكولاتة ساخنة هوت شوكولات هوت شوكولات هوت شوكولات هوت شوكولات نوع من أنواع المكارونا اسمه نوديلز 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 تعالى نكمل دي كلمات وطبعا واجبات لوجبة الإفطار اللانجود جوتاتي بتقول لي Talking about your breakfast عشان تتحدث عن وجبة إفطار بتبدأ تقول What do you have for breakfast ده السؤال What do you have for breakfast الإجابة I have noodles أنا ممكن أتناول فقبة الإفطار ماكارونا في حد تاني يقول مثلا For breakfast I have وليكن فلافل أنا باكل إيه؟ طعمية أو باكل فلافل ده بالنسبة للانجود بتاعتي انت تسأل زميلك في الفصل وهو هيرد عليك حاول تلعبها كده انت وزميلك وشوف هتعمله إيه مع بعض تعالى نكمل هنا عندي reading بولك look and read انظر وإيه وإقرأ My name's Maria اسمي ماري and I am from France وأنا من فرنسا For breakfast في وقبة الفطار I have أنا بتناول hot chocolate مشروب الشوكولاتة الساخن and French bread وخبز فرنسي هنا قال I am Mark أنا اسمي Mark and I am American وأنا أمريكي For breakfast أنا في وقبة الفطار I have a muffin باكل إيه كعكة اسفنجية and a glass of milk وبشرب كوب لابن My name's wingman أنا اسمي wingman and I am Chinese وصيني I have Chinese tea بشرب شاي صيني and noodles ومكارونا for breakfast على الفطار هنا قال I am Waleed وليد طبعا ده مصري I am Waleed and I am Egyptian أنا مصري I like to eat food ها فلافل أنا باكل فل وفلافل For breakfast وطبعا دي معظم المصريين بيأكلوها على وجبة الفطار تعالا نكمل Look and learn انظر اقرأ تعلم How to say إزاي تقول The countries in America Sign Language دي طبعا يا أولاد زي إيه زي لغة الإشارة تعالا كده نشوف بقى هنا في مصر إزاي تقول أنا مصري بتستخدم الإشارة دي وتقول I am from Egypt ودي إشارة بتدل ان انت I am from France ودي إشارة معناها I am from America ودي إشارة معناها I am from China دي لو انت حابب تتكلم مع حد مثلا فقد السمع فبالتالي بتكلمه بلغة الإشارة تعالوا نكمل عندي كده بوب كويست تعال نحله مع بعض البوب كويست بتاعي بيقول إيه What do you have for For إيه يا أولاد For breakfast I have أنا بتناول full and فلافل تعال نكتبه زي ما انتم شايفين الحل ظهر قدامنا بعد كده عندي توصيل زي ما انتم شايفين تعال نوصل كده مع بعض ونشوف بيقول إيه What do you have for breakfast I have for breakfast I have hot chocolate and French bread I like to eat أنا أحب إن أنا أكل فول and فلاف هنقرأ ونحل كده ونختار من الاختيارات My name is Mary اسمي ماري من فرنسا I am from France I am French فرنسية الجنسية مارك 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 بطع من هنا تمام for breakfast مارك بتتناول hot chocolate بتشرب مشروب الشوكولاتة وهكسم تعال نكمل بعد كده بعد كده عندي إيه طبعا الترتيب سهل وبسيط I have أنا إيه بتناول أغلاس كوب of بي أولاد ملك كوب من اللبن he is from France I have A من فرنسا what what A what do you have for for breakfast I like to أنا أحب أن أتناول إيه fall اللي هو فول ده كان الجزء الأولاني من الدرس التاني الجزء التاني من الدرس التاني تعال بقى نشوف الكي فوكاب بتاعتي أو المفردات الرئيسية بتاعتي بتقول إيه أول حاجة بدأ معايا بلغة ألمانية يعني German 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 كتابة يعني writing 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 رياضيات يعني math 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 موسيقى يعني music 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 علوم يعني science 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 لغة عربية يعني Arabic 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 كراءة يعني reading 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 لغة إنجليزية اللي حم ندرسها دلوقت اسمها English 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 رسمي يعني art 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 بيكلم لي على طبعا أسماء المواد زي ما نشايفين دراسات اجتماعية social studies social studies social studies social studies تربية رياضية يا أولاد طبعا اختصارها بي اي وهي معناها أو كلمة اسمها physical education physical education physical education physical education دي طبعا الكلمات حاول تكرهها أكتر من مرة وتسمحها مني أكتر من مرة المفادات الإضافية بتاعتي كرة طائرة يعني volleyball 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 يوم أجازة أو عطلة day off day off day off day off الموسيقية musical instrument musical instrument musical instrument musical instrument geography 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 حوالي يعني around 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 درس بيانو يعني piano lesson piano lesson piano lesson بيانو lesson ندي رياض يعني club 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 ينهي يعني finish 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 تعالوا نكمل وصلنا زي ما انتوا شايفين عندي listening and reading different schools اللي ايه المدارس المختلفة تعال نكرا ما بعد كده ونشوف بيقول ايه هاي انا اسمي مارك انا اسمي مارك انا امريكي انا امريكي ايه ستارت سكول ات ايت اكلاك انا ببدل المرسة بتاعدي الساعة تمانية اكيد صباحا in the morning في الصباح we have بناخد ايه بقى writing and mass الكتابة والرياضيات then music or بي ايه بعد كده الموسيقى والتربية الرياضية we have lunch احنا بنقول الغدا اتها الساعة كم ياولاد الساعة 12 الساعة 12 then in the afternoon وفي المساء we have science بناخد علوم and reading وكراءة we finish school at the round احنا بنتقلص المدرسة حوالي 3 ساعة 3 we don't have school on saturdays ما عندناش اجازة في ايام saturdays and sundays السبت والحد ده بالنسبة المارك بعد كده hi i am mary انا اسمي mary i am france انا من فرنسا i start school انا ببدأ المدرسة الساعة 8 برضو in the morning في الصباح عندنا ايه we have writing and math then german or english اللي اما الماني اللي اما انجليزي we have lunch بنتغدى الساعة كام الساعة 12 اللي ربع two two clock للساعة 2 we finish school احنا بنخلص المدرسة حوالي ساعة 4 ومص on saturdays في ايام السبت we have school in the morning but we don't have school ما بنروحش المدرسة في ايام الوينيز دايز والسنديز الحد واي اولاد ويه الوينيز دايز بعد كده مين ده ده وليد هاي ايام وليد انا اسمي وليد ايام ايجبشن ده مصري بقى زينا i start school انا ببدأ المدرسة الساعة 8 في الصباح كده انا عندي ايه برنادرسة الابوكس عربي هام انجليش انجليزي ورياضيات في المساء بقى في المساء بقى عند رشاطة اقتماعية وعلوم عندي رشاطة اقتماعية وعلوم و nous en fans احنا بنخلص بساعة اثنين وبنتغدى في المنزل بعد المدرسة بروح للنادي عشان ألعب كرط الطائرة وطبعا ما عندناش مدرسة ليوم والفريديز لايام الجمعة ولا ايام اي اولاد ولا ايام السبت اخر حاجة بقى انا صينية ايام شينيز انا ببدأ المدرسة بتاعتي ساعة سبعة ونص في الصباح بتاخد كتابة ورديات وجغرافيا وانجليزي ساعة اثنين بيتغدوا مدرسة ساعة ستة بعد المدرسة بعمل الواجب بتاعي وعندي دروس بيانو ما عندهمش في ايام الحد تعال نكمل علمك الجميل بقى وابدأ اكتب لي ايه الكلمات دي بخط حالو زي ما اتفقنا حاس نخطك وكمان هتحفظ كلماتك بمتها السهولة وصلنا للتمرينات اللي موجودة على الدرس التاني تعال كده نحلها مع بعض ونشوف بتقول ايه طبعا عندي اول حاجة زي ما شايفين توصيل من اللي بيروح ايه النادي بعد المدرسة حي ما عندناش ايه هنقول مدرسة ايه انا بخلص مزر بتاعيتي حوالي الساعة ثلاثة اي لايك توهاف انا بحب اعمل ايه نودلز للغضاء تعال نكمل اي لايك ايه هنقول اي لايك ميوزك بحب دروس الموسيقى بتكرأ ستوري تعال نكتب تعالوا نكمل ونشوف عندي ايه اختياري اول حاجة هقول who has music in the morning طبعا الاجابة هنا من اللي بياخد دروس الموسيقى في الصباح هنا هنقول اي ستورت انا ببدل مرسل الساعة ثمان I have Chinese food هنقول for breakfast we don't we don't هنداش مدرسة في ايام الجمعة we have German هنقول ايه حرف الجرؤون I like to انا بحب اكل ايه موفين تعال نكمل هنا ايه هنقول هنا طبعا اللي هي الترتيب هقول what do you تمام what do you like to eat I start انا بقي بدأ school المدرسة الساعة ثمانية at 8 o'clock I have انا لديه social studies في ايه في الشتور دي تعالوا نكمل تعالوا نكمل زي ما انتم شايفين عندي ايه هنقول طبعا عندي قطع باختار من البوكس اللي فوق من السندوق اللي فوق I am Mary اسمي Mary I am France من فرنسا ببدأ المدرسة بتاعة الساعة ثمانية in the morning في الصباح we have writing عندنا طبعا ايه اولاد عندنا كتابة وماث and german or english طيب we have lunch بنكون الساعة 12 الا ربع لحد الساعة 2 لحد الساعة 2 وي ايه اولاد هنقول we finish احنا بننهي لسكول المدرسة حوالي الساعة 4 ونص we don't have وما عندناش ايه هنقول school مدرسة في الايام دي تعالوا نكتبه زي ما شايفين الحل زهر قدامنا I eat falafel for breakfast دي falafel ياولاد لا طبعا دا موفن this is my english teacher مظبوط لان اتدي انجليش هنا طبعا ايه انا سؤال what do you have for breakfast تاكل ايه طبعا دا full هقول I have full طب هنا what class do you have at 9 طبعا موجود ايه اولاد german هنقول I have german class تعال نكتبه زي ما شايفين الحل زهر قدامنا هنا طبعا نكتب الكلمات Arabic math art وطبعا ايه موسيقى يعني music تعال نكتبه زي ما شايفين الحل زهر قدامنا تعالوا كده نكمل مع بعض ونشوف عندي البونت كويت اول حاجة هبدأ ب I حرف ايه حرف كابتل I am طبعا فرنش لازم تقع حرف كابتل وفي الايه هنحط نقطة لان دي ايه لان دي جملة تعال نكمل لليسن ثري اللي هو الدرس التالت زي ما نشايفين الدرس التالت برضو عبارة عن ايه؟ عبارة عن فونكس فونكس يعني ايه؟ فونكس يعني صوتيات تعال كده نشوف اول حرفين معانا اول حرفين معانا حرف ال F زيت حرف ال F زي لما يجوا يدمجوا على بعض بيتنطقوا برضو F واحدة مش Fين F واحدة زي كلمة قهوة كافي 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 كلمة ضابط شورتة بوليس اوفيسر بوليس اوفيسر بوليس اوفيسر بعد كده الكعكة اسفنجية موفين موفين يبقى اتنطقت F واحدة مطفق او مقفل اف 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 نفس القصة اللي اللي لما بيجوا مع بعض بيتنطقوا L واحدة زي كلمة طول طويل طول دولار 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 جرس بيل 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 نفس القصة حرف ال S وال S بتنطق اس واحدة في كلمة جلاس كوب زجاج جلاس جلاس فستان يعني درس 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 وده الثري ساوند الخدناه من النهاردة في الفونكس في الصوتياط حرف ال F وال F بتنطق F واحدة الضبل برضو L بتنطق L واحدة وال الضبل اس بتنطق اس واحدة ده حالا نكمل اول بوب كويز معايا تعالا بقى درس اللي هو فستان برضو بنختار ونكتبه هنا هنا موفن اللي انت بتسمعه بتكتبه ها طول نفس القصة برضو الحروف النقصة هنكتبها هنا ايه ماي نيو نيو اي اولاد نيو درس بحرف ال S وال S ها حوالي ايه سعره 30 دولار ماي مام لايكس تو ايت بتحب الايه؟ بتحب الموفن اللي هي الكعك الاسفنجية البضاو ال F وبتحب معا ايه؟ بتشرب معاها ها كوفي بوليس اوفيسر F F مالو هنقول ها اللي هو الجرز ده بالنسبة للتمرين البسيط ده هنا برضو عندي تمرين زي ما نشايفين ده اقرأ واوجد وصنف تعالي بقى نصنف مع بعض كده ونشوف اول حاجة دولار في حرف ال L وكمان جرز نفس القصة دعا نشوف اللي فيه حروف ال S درس وغلاس طب اللي فيه حرف ال A الحرف ال F ومافين وكافي تعالي نكتبهم زي ما نشايفين الحل ظهر قدامنا تعالوا نكمل وصلنا ل اللي هي مهارات الكتابة حاجة بسيطة جدا يا ولاد وعايزك تهتموا بيها وان شاء الله تبقى سهلة معاكم اللي هو من الاخر البنكوشن اللي انت كل مرة بتحسوا انك بتغطو فيه رغم ان هو سهل جدا جدا ايه الحروف اللي مفروض يكون فيها كابتل او بتستخدم فيه امتى نحط حرف كابتل في اي كلمة طبعا معروف ان بداية الجملة اول كلمة الحرف الاولاني فيها لازم يكون كابتل بتستخدم الحروف الكابتل في بداية الجملة تستخدم يولاد مع اسماء الاشخاص اسمك اسمي اسم صاحبك اسم صاحب زملتك كل ده استخدم مع حروف كابتل زي اسماء زي ايمان زي محمد زي كريم زي عمر زي اي اسم تستخدم مع اسماء الاشخاص والجنسيات واسماء الدول زي طبعا ايجيبت مصر تشاينا سين امريكا امريكا اه فرينس فرنسا طب واسماء الجنسيات زي اجيبشن مصري زي اه فرينش فرينسي زي شاينيز سيني امريكا امريكي كل ده بستخدم معا حروف كابتل هنا بداية الجملة هو بداء انا بقى اي كابتل هنا فرنسا فحطينا فيها اي كابتل طب في نهاية الجملة بنستخدم ايه؟ بنستخدم فلسطوب لازم احط نقطة في الجملة. دي حاجة ما تهش عن دماغك. امتى احط او علامة استفهام? لما يكون الجملة بتبدأ بعلامة استفهام. ابدأ احط ايه يا ولاد? احط امتى احط علامة تعجب? لو فيه شعور قوي. بعبر عنه. يعني مسلا يا سعيدة جدا او انا سعيد جدا. احط اللي هي علامة التعجب. امتى احط القومة? نستخدم القومة عند كتابة قائمة او مجموعة اشياء. يعني مسلا والله انا بحب الشوكولاتة والايس كريم والبتزا فانا مش هحطهم كده ورا بعد. فهقول مسلا الشوكولاتة وقوم حطة فاصلة والايس كريم فاصلة. وفي الاخر خالص بقوا مقالي لاند كزا. تمام? ده بالنسبة لمهارات الكتابة. تعالي نشوف الباب كويس بتاعنا اللي بيتكلم هنا عن مهارات الكتابة ونحله مع بعض. بيقول كده حطي دايرة على الحروف الكابيتل او الحاجة حرف الاي ده كابيتل حرف السي كابيتل حرف الاسم الاي الاي والام وهنا برضو الاي كل دي حرف ايه كابيتل طيب. هنا بيقول كده اكتبي الفقرة الانشائية دي باستخدام علامة الترقيم. اول حاجة انا عندي حرف الام ده لازم يكون كابيتل. طيب هنا اعملتو كابيتل. طيب ايميلي دي اسم شخص. ايميلي يا صادقة ايميلي بقى دا لازم يكون كابيتل. تمام? امريكان يبقى لازم الاي يبقى كابيتل. ها? اه بحط هنا ايه يا ولاد? حط هنا نقطة لان دي نهاية جملة. وابدأ باس ايه? باس كابيتل. كايرو. كاهرة لازم تكون كابيتل. كل اللي انا بعمل كابيتل ده لازم يتعمل علي ايه? حرف كابيتل. زي ما انتو شايفين كده. تعال نكمل. هنقول ايه كايرو كمان? وفي الاخر هنحط نقطة هنا. ونبدأ بحرف كابيتل. ها? هاي ثري برازرز. ها اول واحد اسمه ايه? اسمه داني. تعال. دي دي كابيتل. داني ايه? ودي برضو دي جي كابيتل. مايك. الام كا. كل الاسماء طبعا. ها? وهنا هنحط نقطة ونبدأ بحرف ايه? كابيتل كان يو سبيك انجليش. انجليش طبعا لازم تتعمل كابيتل. وفي الاخر علامة استفاة. ده بالنسبة لمهارات الكتابة. تعال نكمل كمان? تعال نكمل. هنا بيقول لك ايه بقى? ضع علامة صحيح للكلمات اللي اتو استدم فيها الحروف الكبيرة. وضع علامة آآ 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 الترقيم الصحيحة له. هنا مسلا كلمة آآ آآ دي آآ كلمة آآ آآ هتتحط فيها طبعا حرف كبير اللي هو حرف ايه? حرف السي. وبقيت الكلمة كتبها عادي. لأ ما فيهاش حرف كبير ولا حاجة. ما فيهاش حرف كبير. كايرو ان احنا قلنا البلاد والدول والجنسيات بتحط فيها ايه? حرف كبير. وبقى دي حرف السي اللي هيكبر وبقيت الكلمة كتبها عادي. حاوس لأ. حرف الاف هو اللي هيكبر? ها? طيب اسوان حرف الايه هو اللي هيكبر? وهكس. اعتقد تكون فاهمتوا ان شاء الله. بعد كده. دي اتسؤال يا ولاد. وفي الاسئلة بنختار كوش مارك علامة استفام. اي لاف تو ايت بيتزا. انا بحب ايه بحط ايه? فلسطوب نقطة عشان دي جملة عادية. شيف فيلز فيلوك ساتي بتشعر بحماس شديد. يبقى اكسيكلميشن. اللي هو علامة ايه? تعجب. تعال نكمل. انا بحكة جميل. وابدأ اكتب خط حلو عشان تحفز الكلمات. ولو لسه مشتركتش في القناة وفعلت زر الجرز يقيتش تيك حانا نفعل زر الجرز عشان يوصل لك كل جديد. وصلنا للتدريبات على الدرس التالي. التدريبات السهلة و بسيطة جدا. اول حاجة اسمع كده الساوند والصوت النقص. جرز يعني بيل. ها. موفن. يبقى دابل ايه. دابل اف. دولار دابل ال. ها. درس. دابل اس. نايش. ايه. ايه. انا بحب بااكل موفن. ده. بوليس اوفيسر. يعني ايه. البوليس اللي وضاة بتاعي نكتبه. هيا ما تشايفين الحل زهر قدامنا. هنا طبعا. اول حاجة. ها. اف. وبكتب هنا طبعا. يا ولاد. ايه. دابل اف. قصيطة يعني. هنا بيل. لواجرز. هنا جلاس. هنا اسس. هنا كافي. هنا طبعا بنتكويت اول حاجة ابدأ بالسي كابيتل ووليد برضو اسم ولدي فهيتحط كابيتل دي هنا الاف كابيتل كل دا يمس وفي الاخر نحط علامة استفهام لان ده سؤال هنا يو لافز ايس كريم بوكس اند اه طبعا نحط اين انا نحط نقطة من عندي ايه ايس كريم لان انا قلت كذا الشي وحط في الاخر نقطة هنا هتبقى اليو كابيتل يو ار وعلمت هنا ايه كوما يو ار فيري بيوتفول وحطه في الاخر ايه اولاد احط ممكن اكسلميكشن مارك لان ده ايه شعور قوي تعال نكمل وصلنا لسن فور انا فايف الدرس الرابع والخامس الدرس الرابع والخامس بيتكلم عن ايه عن الرياضيات اللي هو الماث بيتكلم عن ماني الفلوس بتاعت اذر كانترز اللي هي الدول الاخرى تعال كده نشوف العمل دي بتقول ايه او الكي فوكاب بتاعتي المفردات الرئيسية بتتكلم عن ايه اول عملة معايا مهمة عملة الدولار عملة ايه اولاد الدولار ودي تستخدم في امريكا دولار 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 بيسترز 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 وطبعا يورو 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 سنت امريكي دي اقل من طبعا من العملة بتاعتهم سانت 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 يوان اللي هو دي عملة صينية يوان 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 جياو برضو عملة صينية جياو 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 دي بالنسبة للكلمات. فهنا بقولك ما هي عملتك. هنا مسلا في بلدي ايجبت مصر العملة بتاعتنا عبارة عن جنيه. يا ولاد جنيه واحد عبارة عن ايه يا ولاد عبارة عن حوالي ميت كرش. هنا في بلدي فرنسا العملة بتاعتنا عبارة عن ايه يا ولاد عبارة عن عشرة جياو. هنا طبعا العملة بتاعتنا دولار. حوالي عن ميت سنت. هنا بيقولك يعني جمع يعني عملية التجميع. فبيقولك احنا مستخدم العلامة دي اللي هي علامة علامة الزائد. فبيقولك اهو زائد بقى حوالي ايه هنا بقى بيقولك جمع اللي انت بقى وريني كده شطرتك. وهتعرف تجمع ولا لا. هنا هنقول طبعا دولارة عبارة عن كام? دولارة عبارة عن ها? سيفينتي ايه? تمانية وسبعين. طيب ودولارة عبارة عن كام? احسب معايا كده ها? فيفتي؟ ثري. دلاتة وخمسة. ريد. اقرأ و ايه تعلم. جيب لك شوية صور. و بجيب لك عليهم القطع. طول نقرأ القطع مع بعض يلا. اخر جروب. يعني جروب بتاعنا. اتشوز توك باوت جابان. عايز هتكلم عن اليابان العملة بتاعتهم عملة اليان وده عالم دي العملة بتاعتهم يولاد وده العالم بتاع اليابان هو عبارة عن white with red circle ابيض وجوائي دايرة لونها احمر في المنتصف وده الخريطة بتاعت الجبان الي قدامك اهي تمام the Japanese like to eat sushi بيحبوا ياكلوا السوشي and noodles ويا ولاد الماكرونا تعالا كده بقى نحل مع بعض اول حاجة بقولك the money of Japan is yen العملة بتاعتهم هما بيحبوا ياكلوا السوشي وايه وطبعا كمان بيحبوا ياكلوا noodles طيب تعالا كده نكمل زي ما نشايفين خط بقى جميل كده واكتب الكلمات دي وصلنا للتدريبات على الدرس الرابع والخامس تعالا نحلها مع بعض اول حاجة معايا what is the note of China هنقول what is the money ايه هي عملة الصين what is the money of China هي ايه عملة اليوان تعالا نكتب باك انا الهام دي اختار ما بين الاقواس النوات the money العملة بتاعتهم الدولار يبقى ايه يا ولاد امريكا انا في فرنسي بقى العملة بتاعت ايه يورو في مصر العملة بتاعتنا الجنيه وان دولار عبارة عن كم سنت يبقى مية هنا مسلا بقول اختار حط دايرة ده ايه هنقول ده سنت وده باونت ودول كم دول 35 باونت وده تين دولار هنا ترتيب تعالا نرتب مع بعض اول حاجة هنقول ايه اولاد ركزوا معايا هقول what is your money what is your money هنا اور money مالها العملة بتاعتنا هي عملة الجنيه وهنا طبعا في مصر هنا وان يورو اليورو برا عن مية سنت تعالا نكمل عندي ايه توصيل what's your money ايه بقى يورو ايجب تأذ هنقول ايجب تأذ ايه اولاد اول ماني اللي عملة بتاعتها عبارة عن جنيه ايه اي ام فروم انا من انا من امريكا هنا بيقول لي بص كده واكتب جملة عن الصورة دي وعن الصورة دي تعال نكتب يلا زي ما شايفين هنا اور ماني از يورو وهنا اور ماني از يوان تعالا نكمل هنختار من البوكس اللي قدامنا اول حاجة ديفرنت كانترز هاف ديفرنت ماني عندهم عملات مختلفة البلاد المختلفة عندها عملات مختلفة ايجبت انا عايش فين في مصر والعملة بتاعتنا يبقى ايه اور ماني الفلوس بتاعتنا طبعا هي ايه الجنيه الواحد بيساوي ايه ميت كرش طبعا وهنكتب الكلام وان هنكتبها هنا وتون نكتبها هنا هنا بيقول اكتبي بقى الصور دي دولار ويباوند وايه وطبعا خمسين ارش تعالى نكتبهم زي ما تشايفين الحل ظهر قدامنا هنا طبعا بانت كويت تعالى كده نحلهم مع بعض اول حاجة طبعا الحرف الكبتل الحرف الو في الاغرى نحط ايه ولاد هنحط نقطة عشان دي جملة بكده احنا خلصنا الوحدة السبعة كاملة للصف التلاتة اتدائي ووصلنا على التدريبات العامة على الوحدة السبعة كاملة ايه حاجة طبعا بتحتاجها اما عن طريق صفحة مسأس ميسرا سيبها لك تحت في الوصف او في الكومنتات تعالوا نحل مع بعض اول حاجة اسمع كده التمرين الصوت اللي بتسمعها بتكتبه في كلمة موفن يبقى دابل ايه دابل اف دولار دابل ال جلاس دابل اس ها وبوليس اوفيسور دابل اف هنا مثلا نقط طبعا هيبقى ايه ياولاد طبعا وانا اكتبها هنا وتو اكتبها هنا هنا نفس الكصة انا من مصر اي نقط ببدأ مدرسة بتاعتي واكتبها هنا ياولاد ببدأ مدرسة بتاع ساعة 8 ونص وبنهي مدرسة بتاعتي ساعة 3 ونص او العملة بتاعتنا او الفلوس بتاعتنا او بنكتبها هنا بعد كده هنرتب الجمل دي طبعا نرتبها كده مع بعض يلا ونشوف وانت طبعا في البت بتكتبها الجمل اي 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 ام ها فروم فرانس اي هنا ايت اي ايت فول انا باكل فول فور بريكفاست وي فانش احنا بننهي سكول المدرسة ان ده افترنون في المساء مش بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول ايه اكتبي بقى الكلمات دي كلمة فول كلمة كافي كلمة ميل كلابن وطبعا منزل هاوس تعال نكتبه زي ما شوفين الحل اللي ظهر قدامنا تعالوا نكمل بقى ونشوف الاختيارات معانا اول حاجة اي دو انا بقى الوجب المنزلي بتاعي عند المدرسة انا من مؤمنين من فرنسا عندي دروس ايه بيانو يبقى هي ايه اولاد صينية ويحنا ايه بننهي المدرسة ساعة اربع ونص فناش ايام انا مصري ايام ايجيبت العملة التالت ايه يورو جميل هنا برضو هنكتب كده جملتين جملة هنا وجملة هنا تعال نكتبهم يلا زي ما شوفين الجمل وضحت قدامنا ايام فروم ايجيبت حشان على مصر وين انا من مصر اييت نودس باكل المكرونة فور بريكفست للفطار بعد كده زي ما شايفين هبدأ بااخطار ايام فرنس ايام فرنش انا فرنسي ايام موفين يبقى ايه باكل موفين فور بريكفست للفطار ايه الساعة الثمانية تبدأ من الساعة ثمانية ماشي اي اها ايجيبت يوالزيم دي برضو حرف كابيت وبنحط في الاخر ها نقطة لما شايفين وبعد كده اي ها ماس انجلش لسنز وبنحط في الاخر نقطة بكده احنا خلصنا الوحدة السبعة كاملة حلين عليها كل التدريبات الخاصة بيها ياريت لو مشتركتش في القناة وفعلت زر الجرس ياريت تشترك حياة فعل زر الجرس عشان تدعمنا اي حاجة عن طريق صفحة الفيسبوك مسأس مائس اصابها لك تحت في الوصف او في اول كومنت بشكركم جميعا كانت معاكم مسأس مائس اصر